بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ورحبا بكم متابعين قناة عرب قلوا لينكس معكم عبداللمجيب بنص الليل او الفجر انا قائم قبول ساعتين طيب لينكس منت تسع طعش تيسا ليس اسمه تيسا وهذه تسع طعش يمكن في مؤامرة طيب هي مراجعتنا الان طبعا نزلت تصويت في تويتر واختاروا الناس التفزيع هذه طيب تفزيع هذه الان وش فيها جديد مبدئيا مبدئيا هي مبنية 18.4 ابنتو 18.4 ايضا تحمل النواة 4.15 وما عدلوا علاقة بالمايك المايك حين يجي واحد يشوف بهندسة الصوت يقول ما اكتشافت انه المايك اذا احسن المايك اذا احسن لانه في كذا وضع بالمايك اتكلم عن كذا شخص تفلسوه في دروس سابقة حسب وضع الغرفة هذا احسن و احسن شيء بالمايك طيب انا رحت كاعد تقرأ طيب طيب احسن ابنتو 18.4 النواة 4.15 ومدعوم حتى 2023 وطبعا الواجهة الموجودة هي سينمين 4 شخصيا اعطيك رأيه بعد ان اخلص من كل شيء ولكن الان دعونا نرى اول ما تفتح السيستم تظهرك النافذة اول ما تفتح السيستم تظهرك الواجهة هذه الواجهة هذه صادت مفيدة قبل مكان تظهرك الواجهة تظهرك الواجهة هذا الشكل قبل ترى كيف شكله استغفر الله الان اصبح هذا الشكل الجديد وطبعا طبيعي يجبك هذا الشكل انظمة التشغيل الحديثة كلها كذه هذا الشكل طبيعي جدا طيب بس انه صاد ثلاث مرات اسرع من قبل هذا بناء على اختباراتهم والبنش ماركس اللي هم سووها لانه فيه حاجات كثيرة اعادوا كتابة الكود الخاص فيها لكي تظهر اسرع وطبعا وضعوا بعض الاشياء الجيدة هنا مثل الثامب نيغز واللشت والشكل حاجة ثانية بسطح المكتب طبعا نمو مدل سطح المكتب الان فلو دخلت على سطح المكتب ايضا سطح المكتب الان هنا هناك خيالات بداية حجم الايقون كثيرا سطح المكتب لا يوجد شيء فهو يجعل اكبر لا يوجد ايضا لكن هناك خاصية لانه في سطح المكتب مطبخ البيت ملاعق شككين هذا يحتاج ان يعمل عموما نرى ما الموجود هناك خاصة الترتيب لا توقع انها جديدة ولكن هناك خاصة ترتيب ممكن ان تضبط المكتب لانه يريد ان تكون ابعد ممكن ان تنزلها قليلا طبعا هذا ليس فقط هذا يعني ان المسافة مجلدات او الملفات الموجودة لاحظ ما يحدث عني حسنا اذا اضغرت هذا قليلا سترى ان المسافة صغرت حسنا و هكذا حسنا اكبر شي تحت اكبر شي تحت بالنص هذا بالنسبة للنمو اهم الاشياء التي يمكن ان ترى بعينك طبعا يقال ايضا انه 250 جيجا او 250 ميجا كل شي تحتاجه الواجهة طيب الابديت منجر الان تغير عندنا فبالابديت منجر الان فيه موضوع كبير حسنا انك اذا ادخلت على ادخلت على موضوع 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 الان موضوع موضوع حيث أنه يمكنك مشاكل بسرعة فهنا نصح أنك تضع علامة صحة لكي نظام تحسني شكرا الشكل طبعا تغير ما أخفيكم أن الشكل صار جميل طيب، سأذهب إلى منطقة ثانية اللي هي كيرنل أو لينكس كيرنل هنا في هذه المنطقة ستعرف النواة المدعومة والنواة اللي مدعومة شاب ينتم طيب الآن لاحظ عندي نواتين موجودات النواة الأولى 4.18 إنها مدعومة حتى أغسطس 2019 يعني من طريق تستيل هذا الفيديو بفترة قصيرة مع العلم أن النواة حديدة فهي 4.18 لكن عندك 4.15 اللي هي عبارة عن طويلة الدعم مدعومة حتى 23 فمن هنا ستعرف ما هو التوزيع الاكتف النجط عندك وما هو التوزيع اللي بتنتهي وما هو التوزيع المدعومة إلى أي مدى فهذا شي جيد طيب، ممكنك تسوي من هنا تمسح كل الأنوية القديمة طيب، هذه نقطة النقطة الثانية هي مسألة طرق الإدخال نحن عرب مهم من هذا ولكن إذا كنت تعرفوا شلصات جديدة سنذهب إلى System Settings لماذا نحن عرب؟ لأن لغاتنا مع الكيبورد لا يوجد مشاكل كثير للغات الثانية بداية الـ Input Methods تم فصله عن اللغات هذا تطبيق ثاني هذا تطبيق الآن سهل لك آلية تخصيص اللغة أكثر تمام اللغات التي تحتاج إلى أعداد كثير بالكيبورد صار موضوعة الآن عندك مثلا 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 سمتل كيبورد لا تدخل موضوع لغة ثانية لا عموما هنا سيسهل لك على موضوع كيف تتعامل مع الكيبورد طبعا يمكن أنك في يوم الأيام تتعامل مع واحدة من هذه اللغات لا أدري عنكم تمام ففي حالك تتعامل مع واحدة اللغات هذه هي طريقة التعامل معها هنا موجودة بالكيبورد وشل باكتز اللغات أيضا واجهة النظام وغيرها موجودة هنا حاليا هذا هو الموجود عندي طيب هذا بالنسبة لي للغة في عندنا X-Apps X-Apps عبارة عن كده تطبيق يبدأ بحرف X موجودة مع Linux Mint فدخلنا عليهم الآن لدينا مثلا X-Reader تم تطوير شكله تم تحسينه لدينا أيضا X-ED أو Z أيضا تم تغييرهم واحدة من الأشياء التي كتبوا عنها شيء مهم تمام هو مسألة أنه الآن فايل تستطيع تعرف عليه أو أنه ممكن تضعوا تاب يعني لدينا هذا شيء للمطورين يمكن أن يعرفونه أكثر طيب الآن خلصنا من الألية هذه ما لدينا بعد عندنا أهم شيء بالنسبة لي وهي سطح المكتب والخلفيات طبعاً تأتي معها خلفيات وهذا شيء من الأشياء التي ملموسة بالإحساس الفني لأنه الآن يوجد خلفيات جديدة فعلى وجه الخصوص أنا ملاحظ من الإكسمنت سابعة كنت أستخدمها من الإكسمنت سابعة أو ستة لا ستة خمسة مبطي لا أعلم مثلاً مسألة الخلفيات كل إصدار يأتي أضبطك بخلفيات جديدة فهم ضبطين هنا يعني أضع لك مثلاً الصورة هذه على أدك أمعلم أضع لك مثلاً الصورة هذه مع أن الصورة هذه فيها إحاءة ليس لأود لدينا موقع مثلاً صورة هذه طيب سوف نذهب إلى التطوير التطوير يسمى Mint Y يمكن أن تضعه Mint Y سابقاً كان الأسود الآن يمكن أن تضعه الأسود يمكن أن تضعه هذه الألوان يمكن أن تضع أكوى يمكن أن تضع أكوى وهذا أفضل هذا أحدث فهذه من الأشياء التي حصلت على التثيمات لا ننسى أنه Mint Y تحديداً تم تحسين أيضاً أشياء كثيرة بالخطوط وإدارة النوافذ أكثر دقة وأعلى وضوح من قبل تقريباً هذه أهم الأشياء المحسوسة أن ترى عينك هناك أشياء ثانية أن ترى عينك سوف ترى 18.4 ما هي المكتوبة لديهم قائمة طويلة أخيراً أخيراً شخصياً سأثبت الواجهة لا أستطيع أن نعبها ولكن أرى أنه يعمل جبار على سنة من 4 سوف أقلب على سنة من 4 حالياً نستخدم XFCE لسبب واحد وهو أني أنا لا أحب الملفات التي تكون مفتوحة مثلاً بالشكل هذا أو مثلاً لديك فايرفوكس أو مثلاً التيرميل أنهم يطلعون بالطريق القديم أن يطلع التايتل الكبير 6 7 8 9 10 1 2 3 14 لدي 14 رنافذة مفتوحة الشاشة لدي كبيرة و حتى لو كانت كبيرة سيكون شريطة فل فالنسبة لي الواجهة حلت لي معظلة كبيرة و أيضاً تصميمها الجديد يعطين أحساس أني أبي أشتغل أيضاً التحسينات التي صارت على مدير الملفات ومسألة سرعته حاجة مهمة جداً إذا كنت تستخدم التشفير لأنك تشفر القرص وبناء الاختبارات تشفير الهوم اكتشفوا أنه أبطأ من تشفير الهارد ديسك كله يعني تشفير الهارد ديسك كله سرعت تشغيله وتكون أسرع من أنك تشفر الهوم حاله لذلك إذا سجلت خروج ما يفصل الهوم الأمر الطبيعي إذا سجلت خروج ترى الهوم لن يفصل والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته